من اقتحم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون المسجد الأقصى رفقة قوات كبيرة من جيش الاحتلال ما فجر غضبا فلسطينيا وعربيا واسعا ومن شررة ذلك الصخط المتعاظم اندلع لهيب الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي تميزت مقارنة بالانتفاضة الأولى بكثرة المواجهات وتصاعد وطيرة الأعمال العسكرية بين المقاومة والاحتلال ويعد الطفل الفلسطيني الشهيد محمد الدرة رمزا للانتفاضة الثانية فمشاهد الدرة وهو يقتل رميا بالرصاص بينما كان إلى جوار أبيه يحتمي به في شارع صلاح الدين جنوبي مدينة غزة هذه المشاهد أججت مشاعر الغضب في كل مكان ودفعت الفلسطينيين للخروج في مظاهرات عارمة ووقعت مواجهات واسعة مع الجيش الإسرائيلي الزميلة غالية حمد مرسلتنا في غزة تلتقي والد الشهيد محمد الدرة ومعها ختام المسائية لهذه الحلقة إليك غالية شكرا لك مجاهد معنا الآن كما تفضلت والد الشهيد الطفل محمد جمال الدرة الذي قتل على أعين الكاميرات وأمام كل وسائل الإعلام هذه الصورة التي أصبحت وهذا الفيديو القاسي الذي أصبح رمزا للانتفاضة الثانية وأصبح محمد الدرة الطفل الشهيد أيقونة لهذه الانتفاضة التي وصلت أخبارها إلى جميع أنحاء العالم ربما بهذا الفيديو أكثر من خبر الانتفاضة بذاته سيكون معنا الآن والد الطفل الشهيد محمد جمال الدرة هو أيضا ناجم من ذات الموقف أولا بعد كل هذه السنوات وأكثر من عشرين سنة على انتهاء هذه الجريمة يعني لا أقول انتهاء ولكن على هذه الجريمة شو ظل منها في حياتك وشو ظل منها عايش لليوم أولا ما زالت الجريمة وعملية القتل لابني أتعايشها إلى يومنا هذا يعني لن أستطيع أن أنسى أو أتناسى هذه اللحظات إلى هذا اليوم وما دمت موجود على قيد الحياة لا أستطيع نسيان هذه الجريمة التي ارتكبها هذا الاحتلال في حقي وفي حق ابني لأني إلى هذا اليوم ما زلت أتألم من الإصابات التي أصابتني في جسمي وما زلت إلى هذا اليوم لن أكمل لهو عملياتي الجراحية لحد اليوم أنت بتتعالج من الإصابة؟ لحد اليوم أنا ما بتعالج بس أنا وقفت العلاج لأنه كان فيه عندي الآن يوجد عندي عمليات معقدة وخاصة يعني في كفة إيدي وهذه العملية لازم أن تكون كفت إيدك اللي أنت مدتها حميت فيها محمد الله يرحمه اللي حميت فيها محمد وفي جنبي طبعا بدها دولة متقدمة في العالم ونشهدت سيادة الرئيسة بومازن ونشهدت كل أحرار العالم حتى أستطيع أن أستكمل علاجي وأتمنى أن يسمعوا نداعي إن شاء الله يوصل طيب يعني هاي الفيديو لحظة توثيق استشهاد ابنك محمد ولحظة إصابتك اللحظة اللي أنت بتقولها اليوم إنها عايشة فيك هل تمنيت في لحظة ما إنها ما صورت لحتى ما تظل لك كل لحظة تستذكر وتشوف ملصقات وصور وفيديوهات يمكن لين ملفيت وجهك راح تلاقيها طبعا أولا أنا بحمد الله أنه تم تصوير هذا المشهد حتى يفضح عمليات الكيان الصيوني الذي يرتكب المجازر دائما في حق ابناء شابنا وخاصة الأطفال هناك كثير من الأطفال تموت يوميا مثل محمد الدرة هناك الطفل فارس عودي وهناك عائل الدوابشة الأطفال الذي تم حرقهم في داخل منازلهم وهناك أبو محمد أبو خضير التي تم حرقه هناك كثير من الجرائم لكن بحمد الله عملية تصوير مشهد محمد هذا أكبر إداني هذا الاحتلال على كل الجرائم التي ارتكبها في حق ابناء شعبنا الفلسطيني عبر التاريخ وليس بجديد وما زالت المجازر مستمرة في حق ابناء شعبنا تقول أن هذا التصوير كان إدانة لهم لكن الإدانة وهذا التصوير وصل للمحاكم في العالم وينما كان هل أنصفت هل شعرت بأنك أخذت أي جزء من حقك على ما تعرضت له أنت وابنك؟ طبعا لن أحصل على حقي ولا حق ابني وحق ابنه وحق الوطن وحق جميع الشهداء الذين استشهدوا من عجل فلسطين وفي داخل فلسطين للأسف تركت في المحاكم الفرنسية لفترة طويلة من السنوات لن يقف بجانبي أي أحد بالرغم أني نشدت السلطة ونشدت سيادة الرئيس عبر كل شاشات تلفاز ونشد كل أحرار العالم من أجل الوقوف إلى جانب قضية هل تقدم إليك أي نوع من أنواع الدعم القانوني المادي المعنوي؟ لن يتقدم لي أي شيء ولن يتصل علي أي إنسان كنت لوحدي وكان الله معي فقط إلى هذا الوقت وأنا أتمنى أن أوصل إلى محكمة لاهاي عن طريق السلطة الوطنية الفلسطينية حتى نستطيع أن نحقق كل أحلام أبناء شعبنا الذين قتلوا من هذا الاحتلال الصهيوني أنت تعتقد اليوم أن محمد قتل وقضيته هناك محاولات لدفنها وأيضا تقصير في أنه يتم أخذ حقك وحق من قلت أنه قضية وطن أكثر من أنها قضية الطفل الشهيد محمد نعم حاول هذا الاحتلال في كل فترة والأخرى يخرج علينا يعني بكذوبة بأن محمد الدرة حي محمد الدرة يتسوق إلى والدته محمد الدرة من قتله وهم الفلسطينيين هذا بعد اعتراض وبعض المرات من اليأس وضعوا صورة الطائية الإسرائيلية عليه في أول الأحداث عندما نشرت تلفزيون الفرنسي صورة محمد الدرة عبر كل شاشات التلفاز وتم سخت كبير من الأمة العربية في كل العالم على هذا الاحتلال الصهيوني حاول هذا الاحتلال أن يزيف هذه الواقعات وضع قبة إسرائيلية على رأسي وعلى رأس ابني ونشرها في أوروبا بأن من يقتل هم يهود وليس فلسطينيين ويقتلون بيد فلسطينية ولن ننجحوا بذلك بعد ذلك قالوا بأن من قتل محمد الدرة هم الفلسطينيين وفي أول الأحداث اعترفوا بأن من قتل محمد الدرة هم الإسرائيليين وهذا كلام موثق ما بعد ذلك خرج مكتب نتنياهو ببيان رسمي بأن محمد الدرة حي يرزق ويذهب إلى الأسواق وتسوق إلى والدته يمكن بيشوفوا اسم ابنك محمد أعطاكم ابنه وسميته محمد بعد الجريمة بفترة طبعا أنا لا أشك في ذلك بس محمد هناك فرق ما بين محمد اليوم 18 عام بالنهاية إسرائيل تعرف ما فعلت تعرف ما فعلت وطلبت في ذلك الوقت حتى لما هم أنكروا طلبت بلجنة دولية بعد ما قالوا محمد حي يرزق طلبت بلجنة دولية وأن يكون من ضمنها عرب لفتح القبر والكل يلجأ للقانون ولا يستجيبه دم الطفل الشهيد محمد ودم كل الأطفال اللي يمكن ما كان في مصور صحفي أو في أي كاميرات في المكان لالتقاط صورة الجريمة هل تشعر بقاهر عليها وأنت بتتابع أخبار التطبيع العربي مع إسرائيل اليوم صارت الأمور بينهم طبيعية وزيارات ورسائل من الود والغزل بينهما؟ طبعا أنا أتألم ألم كبير عندما أشاهد أي طفل فلسطيني يستشهد وخاصة الأطفال وهم يعني برعين في قتل الأطفال والنساء والشيوخ أتألم ألم كبير وأتذكر محمد في كل دقيقة وكل قطر الدم تنزل أتألم ألم كبير وللأسف في ظل الوضع الفلسطيني اللي نعيش فيه وفي ظل الوضع الصعب والتآمر الدولي على القضية الفلسطينية وعلى الشعب الفلسطيني وقرار اللي هو ترامب المعتوه بصفقة القرن صفقة عار هذه عليه على إسرائيل وإن شاء الله سوف ترحل هذه الصفقة إلى مزابل التاريخ هناك بعض الدول العربية للأسف قامت بالتطبيع مع هذا الاحتلال الصهيوني القاتل لشعبنا وخرجوا هناك مبادرة عربية أساسا وهم خرجوا عن المبادرة العربية لماذا خرجوا عن المبادرة العربية وهم من وضعوا هذه المبادرة العربية أساسا ونحن وافقنا عليها وهي أقل القليل وأن يكون هناك دولة فلسطينية مستقلة محررة وعاصمتها القدس ومن بعد ذلك من يريد أن يطبع مع هذا الاحتلال يطبع لكن التطبيع في هذا الوقت هو شرعنا للاحتلال الصهيوني وحتى يلتهم كثير من الأراضي وهذا سك غفران لهذا الكيان الصهيوني بكل الدماء وبكل المجازر التي ارتكبها في حق أبناء شعبنا وهذه خيانة عظمى لشعبنا الفلسطيني أي دولة عربية تطبع مع هذا الاحتلال هذه خيانة عظمى لشعبنا طبعا طبعا يعني هذه خيانة عظمى كل من يقوم بالتطبيع مع هذا الكيان القاتل المجرم الإرهابي طبعا نتألم ألم كبير أولا هم ليس دولة مجاورة لفلسطين وليس دولة حدودية لفلسطين وهم دول بعيدة جدا عن فلسطين لماذا تطبع مع هذا الاحتلال هذا السؤال لهم لماذا تطبع مع الاحتلال ما هي مصلحتك مع هذا الاحتلال في ظل الوقت العصيب على القضية الفلسطينية وعلى السلطة الوطنية الفلسطينية ضغط كبير من كل العالم وفي عمليات التطبيع أنت تزيد الضغط على السلطة الوطنية الفلسطينية وعلى الشعب الفلسطيني وعلى القضية الفلسطينية وتتناسى كل دماء الشهداء أنت بتقول أنك محاولاتك لإنصاف أو انتزاع جزء من حقك عبر المحاكم في العالم ربما تلجأ إسرائيل أنه هي تقول أن القضية سقطت بالتقادم لكن أنت بتقول لحد اليوم عايش هذه اللحظة هل بالتقادم الأوجاع والأحزان تنتهي وتموت؟ عندما يقول هذا الاحتلال بأن كل شيء ساقط في التقادم أقول لهم عندما هم حقوا أو ادعوا بأن النازية قتلت من يهود وعملت بعد مئات السنين لجوا إلى المحاكم وأخذوا حقوقهم ونحن لنا حق أن نأخذ الآن أو بعد مئة عام أن نأخذ كل حقوقنا من هذا الاحتلال وأن نحاكم هذا الاحتلال على كل الجرائم التي ارتكبها في حق أبنى شعبنا لا تسقط بالتقادم هذا قانون وضعهم يوضعونه لكن كل شيء موثق وكل شيء لازم هذا الكيان يدفع ثمنه بإذن الله أشكرك جزيلا سيد جمال الدرة والد الطفل الشهيد محمد جمال الدرة الذي كان يكون للانتفاضة الفلسطينية الثانية التي اندلعت عام 2000 بعد أن زار وزير رئيس زراء إسرائيل آنذاك عريل شارون المسجد الأقصى أو اقتحم المسجد الأقصى قامت على إثرها وخلالها إسرائيل بإعدام الطفل الشهيد محمد الدرة الذي كان في حضن والده اليوم يقول والده بأن الوقت لم ينتهي ولم يذهب أبدا على أخذ حق هذه العائلة وكل الأطفال الشهداء الذين لم تصور لحظات إعدامهم على يد الجيش الإسرائيلي لأن الحقوق لا يمكن أن تسقط بالتقادم كما يؤكد شكرا لكم مشاهدين الكرام على المتابعة إلى هنا نصل إلى ختام النافذة نختمها من مدينة غزة ختام حلقتنا لهذا اليوم شكرا لكم ودمتم في أمان الله اشتركوا في القناة